عام آخر ينسلخ عن الأردن مثقلا بقائمة لا تنتهي من هموم الاقتصاد التي أتعبت العبادة والبلاد وبعد مراوحة بين الصعب والأصعب رجحت كفة السلبيات على حساب الإيجابيات انتعاش قطاع السياحة ونمو الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج والانتعاش الاقتصادي في بعض القطاعات عوامل لعبت دورا رئيسيا بتحريك عجالة الاقتصاد فوفق صندوق النقد الدولي تم تحقيق معظم الأهداف المالية والنقدية التي تجلت في المحافظة على احتياطات أجنبية بلغت 16 مليار دولار زيادة الصادرات بلغت حوالي 6.7 مليار دينار لأول 9 شهور من هذا العام زيادة 42% على العام الماضي وهذا إنجاز كبير محافظة على سعر صرف الدينار أيضا هناك العلاقات الإقليمية الأردنية العراقية المصرية والمشاريع التكامل بين هذه الدول والاتفاقيات النتائج الاجتماعية للأداء الاقتصادي لا تبشر بالخير وفق خبراء فنسبة البطالة تلامس حاجزة 23% ومعدل الفقر وصل إلى حدود 25% وما يزيد الطين بلة هو ارتفاع الدين العام الذي وصل إلى 115% من الناتج المحلي بقيمة تبلغ 52 مليار دولار المشكلة الرئيسية في الأردن أن السياسات الاقتصادية هي علي منذ أكثر من ثلاث عقود وهذا الحكي أدى إلى أنه نخرج من أزمة اقتصادية وندخل في أزمة اقتصادية ما زالت معدلات العجز في الموازنة العامة ضخمة جدا وتزيد عن 7.2% تقارب حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي هذا حي موازنة عام 2023 ما زالت الإرادات المحلية لا تكفي لتغطية نفقات الجاري للحكومة وهذه بتشكل خطورة كبيرة تحويل الاقتصاد من استهلاكي إلى إنتاجي وتخفيف الضرائب المقطوعة والضريبة العامة على المبيعات وزيادة مستويات الأجور مطالب تعد من أهم محركات دفع عجلة النمو الاقتصادي الشمولي لانا شاهين عمان آل ميادين اشتركوا في القناة